أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن انتخاب مملكة البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة من عام 2023 إلى 2026 يشكل إنعكاسا للسمعة الدولية والتقدير الكبير الذي تحظى به المملكة والذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى نعم جاء ذلك خلال التصويت الذي جرى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعي للأمم المتحدة وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن هذا الإنجاز يأتي في ظل خطوات وجهود متواصلة لمملكة البحرين في تعزيز احترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي وأضاف سعادة وزير الخارجية بأن هذا الفوز يعكس جهود حكومة مملكة البحرين واستراتيجياتها المتكاملة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التفاعل والوفاء بالتزاماتها الدولية وحرصها على التعاون مع المؤسسات والآليات الدولية من أجل تنميتها وتطويرها إضافة إلى تعزيز أسس الشراكة والحوار مع مختلف الدول وأكد سعادة الوزير بأن وزارة الخارجية ستواصل بكل عزم واقتدار دورها في مشاركة تجارب مملكة البحرين الرائدة ومنجزاتها الوطنية والحفاظ على المكانة العالمية التي تحظى بها في مختلف المحافل الدولية